السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 23 آب أغسطس وبما أن توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الحمل لغاية الساعة 11 و59 دقيقة مساء يعني إلى نهاية اليوم القمر رح يظل موجود بالحمل قبل منتصف الليل بدقيقة رح ينتقل لبرج الثور طبعا بتوقيت جرينيش رح ينتقل لبرج الثور ورح يظل القمر موجود في برج الثور لساعة 3 و3 دقائق من فجر يوم الاثنين بتوقيت جرينيش القمر اليوم أو الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدية النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام ساعة 54 دقيقة بعد عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وبما أن القمر موجود في برج الحمل اليوم معناته خلال هذا اليوم منشعر بالنشاط أكثر في العمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظ أيضا أنه خلال هذا اليوم نفقد صبرنا في تعاملتنا مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لها بعض المشاكل والحجاج الغير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما يكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فصل العيون إذا لازم الأمر وتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية سنتحدث عنها وهي زاوية التربية السلبية بين الزهرة وبين المريخ هذه الزاوية طبعا لها تأثير هي أسبوع سابق وأسبوع قادم ذروتها اليوم الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بتدفعنا للطيش والإفراط وهذا التحول غير مناسب لعلاقات الحب والتوقيع العقود وبالدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبيعان الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 4 و4 دقائق صباحا بتوقيت جرينج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من أحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون الساعة 11 و 21 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 12 و 44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة 12 و 44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 59 دقيقة مساء يعني منتصف الليل بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت إضطرارية طبعا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم أما باقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ ساعة وحدة واربين دقيقة فجرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاث دقائق فجرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر تساعتاشر يوم الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش منبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة سبعة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرها حتى يوم اثنان وعشرين تسعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحمل ورح ينتقل عند منتصف الليل قبل منتصف الليل بدقيقة لبرج الثور ورح يضل بالثور ليوم ستة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة سبعين في المية ساعة العصر سعيد بنسبة ستين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة واربين في المية عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جوابكم تبتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة هي اللي تجل عندك حاول أنك أنت تذهب وتبحث عنها وما تضيع الوقت اليوم جيد للبدايات الجديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني طعو سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذاك ومراحتكم تهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلب ومزاجك متعكر حاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمديد العون للزملاء بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارية أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحانة وجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم مش إنك ما تستسلم وما تردخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العدرة بالنسبة لموليد برج العدرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم أيضا عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لوضاع الآخرين ولا أراءهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حادر التراجع الصحي رغم إنه ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات ولكن برضو بدك تتجنب المشاكل وما تتسلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني إنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من مشكلة صحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبرضو بيحمل لكم هذا اليوم فرصة مناسبة للمصالحة أو للتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا فترة إيجابية ودعمة فعشان هيك لازم تتحرك على جميع الأصعدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ولكن بهدوء وليونة وبدون عصبية ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات أو ممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن يعني تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول إنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالي وإمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء